اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الشرطين وهي منزلة جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا ومن الافضل عدم البدء باي شيء جديد هاي المنزلة جيدة لعلاج الاسنان العمليات الصغرى تقليم الاضافر حلقة الشعر يعني الامور التجميلية وبما ان القمر موجود في برج الحوت الان اللي هو موعد بث الحلقة ما معناته من الان لمنتصف الليل بتلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة منشعر بالضياع وما مننجح في التركيز على موضوع معين منتذمر ومنكشف عن متاعبنا للغير ومنجد صعوبة في اتخاذ قرار حاسم وقسم كبير من الفاشرين في غرامهم بينزو جانبا وبيضرفوا الدمع بعيد عن اعين الاخرين وقسم كبير ايضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض او الشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة من نقع في حبائل الغرام وبوس عن التعمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيات المرضى وشراء الزهور واقتناء آل التصوير بالنسبة للزوايا اللي ذكرناها يوم امس اللي حكينا انه هاي بعد بث الحلقة ورح تستمر لغاية صباح يوم السبت اللي هي اول زاوية زاوية التربيع السلبية بين القمر وبين المريخ وهي تأثيراتها بعد ساعة من موعد بث الحلقة يعني الساعة ثلاثة ودقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش هاي الزاوية تأثيراتها لغاية ساعات صباح يوم السبت بتخلق لدينا يعني من الان لغاية ساعات الصباح بتخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في اي مساعة منقوم فيه يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التسديس الايجابية بين القمر وبين بلوتو برضو هاي تأثيراتها من الان لغاية ساعات صباح يوم السبت هاي ذروتها ساعة 34 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش من عصر يوم الجمعة هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران ايجابية بين القمر وبين المشتري وهاي الساعة 10 و4 دقائق مساء بتوقيت جرينيتش من مساء اليوم السبت برضو تأثيراتها لغاية ساعات ظهيرة يوم السبت فمنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كانها مشاكلنا احنا ومنحاول انه نساعدهم قدر الامكان يعني زي تقديم عمل انساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية اما بالنسبة لخلو المسار فخلو المسار حكينا مدة ساعة تقريبا هو رح يبدأ مساء الليلة اللي هي مساء ليلة الجمعة الساعة 10 و4 دقائق مساء بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة 11 و6 دقائق بتوقيت جرينيتش من مساء اليوم الجمعة لا يستقر القمر بعدها في برج الحمل وهذا بيعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او قطوبة او زواج او شراء شيثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 11 و6 دقائق مساء بتوقيت جرينيتش القمر بانتقل ويصير في برج الحمل عشان هيك منبلش نشعر بطاقة كبيرة للعمل منكون اكثر تصميما اكثر استقلالية منبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل انه نتسرع في تصرفاتنا او نتور ايضا يجب ان نحذر اكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ ايضا في هاي الفترة انه اقل صبرا في التعامل مع الغير وهذا الشيء ممكن يوقعنا في متاعب ومشدات غير مرغوب فيها من ممكن نفقد دبلوماسيتنا اثناء التفاوض او اثناء الحوار ونعصب ونكون اكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن الجراء فحص للعيون اذا استدعى الامر لذلك وايضا ادخال تعديل على قصة الشعر او اقامة حفل ما اما بالنسبة للزوايا البطيئة فاليوم في عنا كمان زاوية ظهرت على الساحة وهي زاوية التربيع السلبية بين الزهرة وبين زحل وهي طبعا من اليوم خمسة احداش ولغاية تسعة احداش تأثيراتها ذروتها يوم سبعة احداش في تمام الساعة سبعة وثلاثة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج هاي الزاوية ممكن تسبب انقطاع للعلاقات العاطفية الضعيفة لغير رجعة فعشان هيك بدكوا تضبطوا عصابكوا اثناء الحوار مع الاحبة بعض المؤسسات المالية برضو او البنوك ممكن يصير فيها بعض الاضطراب في المداخيل او بعض المشاكل المالية بالفترة هاي بسبب سوء التدبير او التبذير وبرضو في خلال الايام هاي اللي هي من يوم خمسة احداش لا يوم تسعة احداش اللي بشتغلوا في مجال البورصة والاسهم بدهم يكونوا حذرين بشكل كبير اما بالنسبة للزاوية التي تريها وهي زاوية اقتران ايجابية بين الشمس وبين عطارد وهاي تأثيراتها لغاية يوم اربعة احداش احداش وعادة عند حدوث هذا الاتصال بتتعزز قدرتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم موضوع علمي صعب تعذر علينا فهمه وبيزداد التوجه لاجراء اتصالات او تنقلات او سفريات ضرورية اما بالنسبة للزاوية التي تريها وهي زاوية اقتران ايجابية بين الشمس وبين الزهرة وهي تأثيراتها لغاية اليوم اخر يوم لالهل هو خمسة احداش طبعا هاي بتعطينا نظرة تفاؤلي للحياة بصورة عامة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبي منفصلة ما بين زحل وما بين اورانس وهي تأثيراتها لغاية يوم ستعاش احداش هاي الزاوية بتخلينا مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وبتدل على تغييرات او ازمات مفاجئة في حكومة ما واحتمال وقوع حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث الها علاقة بالسك الحديد وبتدل كذلك على اضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة اما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل طبعا هي زاوية بطيئة زاوية تقابل سلبية بين الزهرة وبين اورانس وحكينا انه ذروتها اليوم خمس احداش طبعا هي مستمرة بثاثراتها لغاية سبعة احداش هاي الزاوية الساعة عشر وواحد وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش رح تكون ذروتها يتوقع لأي علاقة غرامية ضعيفة انها تنتهي بشكل سريع وغير متوقع فعشان هيك هاي تأكدن بزاويتين لهم علاقة اللي هي الزهرة مع اورانس والزهرة مع زحل فعشان هيك بتكونوا حذرين بالفترة هاي اثناء التصرف مع الاحبة اما بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية فمن الان موعد بث الحلقة ولغاية منتصف الليل القدمان اصابع القدم الغد النخامية الغد الصنوبرية والاندروفين اللي هو الهرمون المسكن للألام والميتالونين اللي هو الهرمون اللي بيساعد على النوم هذول اللي فيهم مشاكل من بعد منتصف الليل وطيلة يوم السبت عنا الرأس والاسنان واللسان والعضلات المخططة القضيب والمرارة والشرين والدم هذول الاكثر حساسية واللي لازم انه ما نعمل عمليات جراحية كبرى لهاي الاعضاء يعني نحاول انه نجري علاج او فحصات او ترميم اسنان او امور من هذا القبيل ولكن ما ندخل بشغلات كبيرة بالنسبة لهذا اليوم طبعا من بعد منتصف الليل يوصى باجراء العمليات الجراحية ما فيه اي مشاكل هذا اليوم مناسب ايضا لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن لا يصلح لازالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما انه موجود في برج الحمل فخلو المسار القادم رح يبدأ يوم الاحد 6-11 في تمام الساعة 10-29 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج ورح يستمر حتى اليوم التالي اي يعني صباح يوم الاثنين الساعة 15-14 دقيقة صباحا لا ينتقل القمر بعدها من برج الحمل لبرج الثور اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المحدد عمر 11 يوم في تمام الساعة 21-21 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيج بصير عمر 12 يوم نسبة الإضاءة بتصير 85% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 22-11 سعيد بنسبة 45% القمر في الحوت الآن أبدو ينتقل للحمل ورح يظل في الحمل لغاية 7-11 هو الآن منتحس بنسبة 10% في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 60% في ساعات المساء بصير سعيد بنسبة 15% ولكن في ساعات المساء المتأخرة برجع سعيد بنسبة 30% عطارت في العقرب حتى يوم 17-11 الآن هو سعيد بنسبة 30% ولكن في ساعات الصباح بتنزل نسبة السعادة لـ 10% الزهرة في العقرب حتى يوم 16-11 منتحس بنسبة 15% المريخ في الجوزاء بيتراجح حتى يوم 12-1 منتحس بنسبة 40% المشتري في الحوت بيتراجح حتى يوم 23-11 منتحس بنسبة 50% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 منتحس بنسبة 10% وأورانس في الثورة بيتراجح حتى يوم 22-1 منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت بيتراجح حتى يوم 4-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتو في الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا كما ذكرنا يوم أمس ما زالت الضغوط موجودة لغاية ساعات منتصف الليل طبعا من الآن يعني موعد بث الحلقة اللي هو مساء يوم الجمعة لغاية منتصف الليل بظل الضغط موجود وبتشعروا أن شوي الأمور الضغطة والعصبية موجودة نوع من أنواع الإرهاق والتعب ولكن بعد منتصف الليل ثقتكم بأنفسكم بتصير كبيرة وبعمكم النشاط وبتسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا وبتدفع بمصالحكم وهذه فترة ممتازة جدا لحسم بعض الأمور العالقة ممكن اليوم تسمع جواب كنت بتنتظره أهم شيء أنك تتحرك وما تنتظر أن الفرصة تيجي لعندك أنت بدك تذهب بحثا عنها مضيها الوقت بداية جديدة وطاقة جميلة وأيضا فترة ممتازة جدا برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا النشاط الاجتماعي والعلاقات مع الأصدقاء من الآن موعد بث الحلقة موجود ولكن كل ما تحاولوا تفرضوا سلطتكم على أصدقائكم ممكن يصير سوء تفاهم أو تشعر أن الطاقة تبلشت تنزل لأن القمر بيقترب لبيت المتاعب عند منتصف الليل اللي هو منتصف ليل الجمعة على السبت القمر خلاص بنتقل وبصير في بيت المتاعب معناته عندك يومين قادمات يومين وربع القمر موجود في بيت متاعبك فتطلب منك عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني أهميش أنكم تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وتنتبهوا لغذائكم وراحتكم تهدأ الوتيرة وتتأخر النتائج والبضائع والمعاملات وممكن تشعر ببعض الخيبة فعشان هيك بدك تنتبه لأنه ممكن تظهر بعض الخلافات أو الالتباسات خلال الفترة هاي وطباعك متقلبة ومزاجك متعكر فحاول أنك ما تخالف القوانين لأنه ممكن تخسر أكثر مما بتتوقع برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا رح تبدأ الآن بمرحلة النشاط الاجتماعي ولقاء الأصدقاء والاتصالات والحوارات ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفل أو مناسبة سعيدة وممكن يتعبر عن آراءك بحرية وجراءة خلال هذا اليوم فبتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة وبتسكنك أحاسيس متناقضة ولكنها فترة مناسبة للتحالف لمدر يد العن للزملاء وللتعاون الوضع الاجتماعي هو اللي فيه المكاسب وعلاقاتك هي اللي بتساعدك فلازم تستغلها بشكل جيد خلال هذا اليوم برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعاً بتظل فيه فرصة متاحة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل خلال هذا اليوم واللي بيعملوا بينجحوا في إثبات جذارتهم للمسؤولين وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل أهم شيء أنك تكون واضح الكلام وتبرر مواقفك وكلامك بشكل جيد بدون عصبية وبدون حدية وبدأك تكون جاهز للقيام بزيارة طارئة أو لا اتصال بأحدهم بتكون الظروف داعمة لأفكارك وممكن تهتم لبعض الاتصالات والمشورات ولكن حاول أنك ما تكون مهمل وما تترك انطباعات سيئة عنك وما في داعي للعصبية ولا للتهور ولا لمخالفة القوانين خلال هذا اليوم برج الأسد بالنسبة لما وليد برج الأسد طبعا اليوم بتنشطه في مجال السفر والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب وهذا يوم برضو مناسب لاجتياز امتحان أو إجراء مقابلة بتقدر اليوم أنك تظهر تعاون أكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة والجو داعم لإلك بقوة بتكون الظروف مناسبة اللي بحث مواضيع جديدة أو لا اختبار تجارب مختلفة بتشعر بالانزعاج في بعض الأوقات من سوء تفاهم ولكن عندك طاقة كبيرة وعندك اعتزاز وفخر بنفسك أهم شيء أنك ما تستسلم ما تردخ للشروط اللي ما بتناسبك وناقش بمنطق برج العذراء بالنسبة لما وليد برج العذراء طبعا بتظل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة بتظل متاحة لمكسب إلى صلة بشراكة أو تعويض ولكن بيتوجب عليكم عدم مخالفة القوانين والإرشادات وعدم ترك الأعمال ناقصة ومهملة بدك تكون متفاهم لوضاع الآخرين ولا أراهم والجنب الكلام الجارح وكون دبلوماسي وابعد عن أي شيء لأعلاقة بالمغامرات أو المجازفات المالية وركز بشكل جيد بالفترة هاي لا تصلح أنك تكفل حد أو تضمن حد واللي بيشتغلوا بالسوق المالي ينتبهوا من المضاربات المالية برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا الآن أصبح القمر مقابلكم تماما فعشان هيك بترغبوا في تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا يوم مناسب للقيام بعمل بطلب تعاون من طرف ثاني ولكن خلال هذا اليوم بتكثر عندكم الواجبات وبتتزامن وممكن تشعر بالهلع أو ضيق الوقت فبتكن تحاضروا من التراجع الصحي ما هو ما فيه خوف يعني ولكن تنتبهوا على بعض التقلبات الصحية وعليكن تتبعوا الإرشادات والتعليمات اللي إلها علاقة إما بالصحة أو إلها علاقة بعلاقاتكم مع شركاتكم أو أزواجكم وتجنبوا المشاكل وحاولوا أنكم ما تتصلطوا برأيكم برج العقرب بالنسبة لما وليد برج العقرب طبعا بدكوا تنجزوا ما تراكم لديكم من عمل خلال هذا اليوم أو ممكن تجدوا نوع من أنواع التعاون ما بينكوا بين زملائكم ولكن بدكوا تنظموا جدوى الغذاء وتأخذوا قسط من الراحة من حين لآخر ممكن تبدأوا اليوم مرحلة مهنية جديدة ولكن هذا ما بيعني أن المرحلة رح تكون سهلة بتكثر الواجبات وبتتزامن ومن الحكم عدم إهمال الإشارات مهما كانت بسيطة وحاذروا من المشاكل الصحية طبعا الأجواء بتركز على عمل أو على الصحة فعشان هيك بتكن تنتبهوا لهدول الأمر برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم طاقة عالية جدا وإيجابية وبتزداد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم ويعتبر هذا اليوم بيحمل كثير من الفرص المناسبة للمصالحة والتسوية وكذلك للتعارف والارتباط والحب والغرام وتعزيز العلاقات مع الأحبة نشاطاتكم متنوعة وثقتكم بنفسكم عالية وقدرتكم على استيعاب الأمور أيضا ممتازة جدا وتعتبر هاي فترة إيجابية لازم تطلع منها بمكاسب أو تنحل فيها بعض الأمور برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا القمر الآن مصل لبيت البيت أو بيت العائلة فاليوم بترغبوا في إدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة ممكن تحتاجوا بعض المسائل الخاصة والعائلية لمناقشة وحوار وبتظهر بعض الضغوط إذا كنت عصب المزاج فهاي بتسبب لك بعض المتاعب أو المعاكسات فبدك تكون حذر من مزاجك تتعرض للمحاسبة وربما لتحديات واستفزازات أو بعض العطال المنزلية اللي رح تهتم فيها فعشان هيك ضبط الأعصاب مطلوب برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات ومنكم أشخاص اليوم ممكن ينطلق في مرحلة مهنية للترويج لمشاريع بنجاح وتعتبر هاي الفترة مناسبة لتقديم الامتحانات والمشاركة في المؤتمرات والندوات وحتى تقديم الامتحانات ممتازة جيدة جدا وترويج لسلعة أو تعزيز العلاقات قدرة على التواصل الممتازة وسرعة البديهة بتنقذك في كثير من المواقف وبتنجح في طرح موضوع حساس وممكن تقدم على عمل مهم يلفت الأنظار والإعجاب برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي ومنكم أشخاص اليوم ممكن يستردوا مال بيعود لهم أو ممكن يحصلوا على هدية بتقدم على إنجاز أو بتناقش صفقة أو اتفاقية حاول أنك تعمل بجدية ونظم شؤونك المالية وامتنع عن مخالفة القوانين والتورط في مشاريع مشبوهة اليوم ما في داعي لأي مغامرات مالية واللي فيشتغلوا على المستوى السوق المالي والمضاربات المالية بدهم ينتبهوا بشكل جيد لأنه بالواضع مش مساعد للمغامرة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء